كمان الرئيس شارك النهاردة في مدينة سان بيترسبورج في اجتماع الرئيس الروسي مع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية وده على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية في نسختها التانية ده بيؤكد حاجة طبعاً أن مصر بتشتغل سياسة صحة منفتحة على الجميع تسعى لتطبيق نهج دولي متعدد الأقطاب بحيث نحن شفنا طبعاً خلال الفترة الماضية أنه سياسة القطب الواحد ما بقتش نفعان قد كده فهنا محتاجين سياسة دولية متعددة الأقطاب مصر منفتحة على الجميع عشان نتكلم أكتر عن سياسة مصر في انفتاحها على الجميع وقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتدعيات هذه القمة المهمة جداً وتأثيراتها على القارة الصمراء وعلى مصر على وجه الخصوص